اشتركوا في القناة معضلة البطالة في الجزائر وتتابعنا في النشرة ايضا وقفة سرية امام تحت قودان نظمتها حركة بركات تحت شعار لاوجد للدياراس الشعب والاساس وتتابعنا ايضا الاتحاد الاوروبي يعتذر عن ايفاد بعثة ملاحظين للانتخابات الرئاسية المقبلة وفي الاخير اضراب عمال النقل بالسكك الحديدية يدخل يومه الرابع والمضربون مصرون على المضي قدما الى غاية تحقيق مطالبهم الى التفاصيل لا تزل التعليقات والتخمينات تتوال على صفحة الجرائد وشبكة التواصل الاجتماعي حول معنى تأتأت الرئيس بكلمات غير مفهومة في حديثه يوم امس مع قائد الاركان الجنرال جايد صالح حيث عبر الرئيس لهذا الاخير عن رغبته وضع الاجهزة الامنية تحت قيادة هيئة سمها الرئيس بعبارة اختلف الكثيرون في تأويلها بين من فهمها سينا اي مجلس الامة ومن فهمها سيمو وتعني وتعني قيادة الاركان برئاسة جايد صالح وهو التأويل الذي ذهب اليه الكثيرون وفسروه على ان صراع اجنحة السلطة لم يحسن بعد ورأوا في قيام التلفزيون الرسمي بتخصيص هذا المقطع من حديث الرئيس مع جايد صالح على انه رسالة يوجهها ابو التفليقة الى خصومه لا سيم داخل الدياراس بقيادة الجنرال المدعو التوفيق ما فد هذه الرسالة ضم المخابرات والدرك والشرطة وغيرها من اجهزة الامن تحت مظلة قيادة الاركان وهي الاجهزة التي كانت تتبع الى حد الان وزير الدفع ما يعني حسب هؤلاء محاولة بوتفليقة تعزيز مكانة جايد صالح امام قيادة اخرى داخل الجيش لم يحسم ولاؤها بعد لبوتفليقة تحسبا لمعركة اخيرة تتولها قيادة اركان الجيش لحسم الصراع ضد المخابرات بقيادة الجنرال محمد مدين المدعو التوفيق مهما تكون تبقى هذه القراءات مجرد تحليلات تغذيها خرجات ما اصبح يعرف بتأتأت الرئيس السلام عليكم ورحمة الله نعم وقع الامر ان ما جاء على لسان بوتفليقة وطبعا بصعوبة هناك من استطاع ان يفهمه ولذلك اختلفت الناس في ما قال بالضبط وهذه في حد ذاته تعتبر في حقيقة الامر احدى ما هذا الوضع الذي نعيشه عندما تصبح لا يفهم الناس ما يقول من يفترض فيه ان رئيس وانه يريد ان يذهب الى رئاسة لخمس سنوات اخرى تأتي ما قاله بغض النظر عما اذا كان يقصد السيمو يعني قيادة الاركان بقيادة جايد صالح او يقصد سيموك وهي تعني بلدان الساحل او يقصد سيناء بغض النظر عما يقصد بالضبط كونه يصبح لقاءه برئيس ديوانه حدث ينشره التلفزيون اي احمد ويحي الذي التقاه وكون هذه اللقاءات الدائمة والمتكررة مع قايد صالح تبعث في واقع الامر برسائل للداخل والخارج خاصة للداخل وخاصة لكبار جنرالات الجيش من ان الجيش معي او ان اكثركم من الجنرالات معي وعلى رأسهم قائد الجيش الذسالة الثانية التي تبعث بها للخارج وهي انه ما دام الجيش معي فلن اخشى احد وعليكم ان تظلوا تدعمونني لاني لن اخشى من ربما يخالفني الرأي او يعارضني او يهاجمني في الداخل وهذه الرسالة تذهب اساسا للولايات المتحدة ولفرنسا والذي نعلم ان كلاهما يدعم بوتفليقة وظل يدعمه الخمسة عشر سنة الماضية وبالمقابل قد قدم بوتفليقة كل لهذه الدولتين كل ما تريد الموضوع اذا عدنا وثبت من ان يقصد ان تكون اجهزة الامن تحت رقابة وامرة القيادة الاركان اي جايد صالح فهذا يعني انه يبعث برسالة وهي التي حارص التلفزيون في خمس ثواني التي تحدث فيها بوتفليقة ان ينشرها الى كافة الاجهزة الامنية ان تخضع للجايد صالح هنا يطرح مجموعة من الاشكالات ليس فقط القانونية والدستورية ولكن ايضا كيف يكون للشرطة ان تخضع لقيادة الاركان المفروض ان الشرطة تخضع لوزير الداخلية ثم كيف ان هذه الاجهزة الامنية بما فيها الدرك والمخابرات والشرطة تخضع لقيادة الاركان بينما المفروض انها تخضع لوزراء بما فيهم وزير الدفاع ووزير الداخلية باختصار بسيط هذا يعني اننا ما زلنا في الصراع وان الصراع مازال موجود وان هناك بعض ربما كبار جنالات الجيش الذين ما زالوا في خلاف وفي صراع ربما من أجل تفاوض على مواقع أفضل أو ربما من أجل تصادم قادم التشهده الأسابيع القادمة بكل تأكيد وبغض النظر عما قاله ولم يقله نحن نعيش فترة بائسة بكل ما تعني هذه الكلمة أصبحت الجزائر مهزلة ومضحكة للعالم أجمع بحيث أن شخص لا يكاد يتحدث لا يكاد يقول كلمات مفهومة لا يمشي على رجليه وقد جاوز السبعة والسبعين من العمر يريد أن يذهب وأن يبقى في السلطة حتى الموت ولو مات الناس من بعده ولو تهدم الوطن من بعده ولو تكسرت الدولة من بعده ولو تحطم المجتمع من بعده لا يهمه بغض النظر ما تهمه نفسه وجناحه ومن معه لكن الآخرين فليكن الطفان أو ليأتي بعده الطفان قامت هذا اليوم لجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بتنظيم وقفة سلمية بمدينة الأغواط وقد شارك في الوقف العشرات من الشباب البطال نددوا أثناءها بفساد النظام وعجزه على تلبية مطالب شريحة البطالين هذا وقد حذر الوقف عدد من مناظري حركة رشاد دعما لما وصفوه بالمطالب الشرعية التي يرفعها الشباب البطال وتنديدا بحملات الاعتقالات التي يتعرض لها البطالون ومدونون وغيرهم من النشطة على غرار المدون كريم كاكي ومنسق لجنة البطالين للغرب الحاج غرمول وخالد بوسعيد من ولاية المنيعة وكذا المدون عبدالغاني علوي هذا وقد رحبت اللجنة بكافة تنظيمات المجتمع المدني التي تساند مطالبها الشرعية مفندة في السياق ما قد تم ترويجه على أنها انخرطت في تنظيمات وتحالفات حاولت بعض الأطراف زج لجنة البطالين فيها دون حتى التشاور مع ممثلهم ما تعتزم لجنة البطالين المضي قدما في مرحلة جديدة من الهيكلة والتنظيم وأعلنت عن نيتها للقيام بمزيد من التعبئة لشحذ الشباب البطال من أجل الدفاع عن قضيتهم التي اعتبروها قضية وطن غيب شبابه وهمشت كفاءته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تحياتي لجميع القناة والمشاهدين الكرام اليوم كانت عندنا وقفة في ولاية الأغواط والحق كانت وقفة مقررة أنها تكون وقفة وطنية لكن الظروف ما ستكون وقفة وطنية وكان بعض الولايات اللي حضروا نشكورين كالزنة وطنية للدفاع قضية البطارين من حقنا أن نعبر عن موقفنا من هذا الوضع السياسي والتجاذبات والفرعات السياسية وهنا في اللجنة المطلب اللي كان مبني يعني اللجنة هو العمل سكني وعادة الاجتماعية لكننا كنا ننادي في صحراء المشاف على أحد يسمعنا وما كنا ننادي في هذه الصحراء الكبيرة السياسي العامة لم تتغير الأمور أصبحت أكثر سوءا مما كانت عليه وما زادت لنا بل هذا النظام الذي لا يريد أن يحل ولا يريد أن يترك أبناتها عن الدعم بجزية إصلاح البلاد وزادة العباد وكان المجموعة اللي كانت حضرته الشباب من الولاية والحق كانت وقفها يعني وقفها معطبا لايش يعني مقوبة لزعيها لأنه فيها كانت ناس جدل أول مرة توقفشات وكانت شعارات متنوحة لو دلت إيالاس جزالي الأساس نظار حتى عمل بطال وكان بكرنا الدخوة للسجن سعيد وغرمو الحاج وكاكي وزادة ضمنة مع الإخوة تعالى بالعاشر بتبسى وأمور خلتنا أنه مزادب الألم تعالى الشعب هذا البسيط اللي رأي يعاني وكانت تبيه الموقف من العودة الرابعة اللي رفضوها رفضا وقاطع والحق كانت مزادة من تحركوا ولو في إطار غير لأننا نبطل بكل بساطة من جانبها نظمت حركة بركات وقفة سلمية بساحة أودا على مقربة من الجامعة المركزية رفعت أثناء الوقفة عدة شعارات من قبيل الشعب يريد مرحلة انتقالية ولا وجدة ولا الدياراس الشعب هو الأساس وكذا عبارة إرحل بوتفليقة الوقفة سجلت حضورا كثيفا لقوات الأمن التي حصلت المتظاهرين ملاشي ملكي يا جمهوري يا بالإضافة إلى الجو الباهت وتجهل المواطنين لأطوار الحملة الانتخابية جاء قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بعدم إيجاد بعثة ملاحظين لهذه الانتخابات ليزيد من عبثية وضحالة هذه الأخيرة ويفقدها المصداقية التي كانت تنتظرها السلطات من هذه البعثة حتى وإن كان رفض الاتحاد الأوروبي جاء مغلفا بعذر تقني عازته لتأخر تلقيها الدعوة إلى أن هذا الرفض يشكل ضربة إضافية لهذا الموعد الانتخابي حيث كانت السلطات تعول على هذا الحضور الأوروبي لتضفي على الانتخابة طابعا دوليا ومصداقية هي في أمس الحاجة إليها ويرى المراقب احتمالين لتفسير ذلك إما أن السلطات الجزائرية تعمدت تأخير توجيه الدعوة لتجنب حضور البعثة الأوروبية ومن ثم تفادي ملاحظاتها التي قد لا تكون مرضية وإنها كانت راغبة في حضور هذه البعثة وهما يعني أن تأخر المصالح المعنية بالوزارة الخارجية في توجيه الدعوة في موعدها يقدم مرة أخرى الدليل على قصورها وعدم كفاءتها في حين يرى مراقبون أن البعثة الأوروبية لم تكن متحمسة للمجيء لتفادي الحرج وكي لا تفقد مرة أخرى مصداقيتها في تزكية انتخابات تعلم جيدا أنها تفتقد إلى كل المعايير الدولية لانتخابات تعددية وشفافة خاصة وأن السلطات الجزائرية لم تعر أدنى اهتماما لملاحظاتها السابقة وبناء عليه ستكتفي السلطات الجزائرية بالملاحظين التقليديين من الأشقاء العرب من جامعة الدول العربية والأفارقة من الاتحاد الأوروبي ومن الممثلين عن المؤتمر الإسلامي الذين تطمئن لملاحظاتهم ومباركتهم المضمونة يتوصل لليوم الرابع إضراب عمال النقل بالسكك الحديدية وقد صرح ممثل نقابة الشركة أن حركة القطارات توقفت بجميع المحطات عبر الوطن حيث التحق أكثر من عشرة ألاف عامل بين سائق وقابض ومسؤول القطار التحقوا بالإضراب الذي انطلق يوم الاثنين الماضي وأفدأ من الفيدرالية أن العمال مصرون على مواصلة إضرابهم إلى غاية تحقق مطالبهم المتمثلة أساسا في صب مخلفات ست وثلاثين شهرا في حسابهم وفي الأخير نذكركم مشاهدنا الكرام باستمرار اعتقال كل من المدون عبدالغاني علوي لليوم المئة والاثنين والتسعين وكذل مدون عمر فرحات الذي يستمر اعتقاله لليوم الرابع والأربعين وقبل أن نفترق مشاهدنا الكرام ندعوكم على هذه الصور الكاريكاتورية وقبل أن نفترق ندعوكم إلى زيارة موقعنا على الانترنت وكذا صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم التواصل معنا عبر عنوان البريد الالكتروني للقناة أنفو أغبازرشاد بون تي بي بهذا نأتي إلى ختم نشرتنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة